أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعجوننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا ظالم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع اتصالات إخواننا أخوات المشاهدين ومشاهدات مرحبا عليكم شيف وعليكم السلام مرحبا مرحبا الله يبارك فيك أم محمد تفضلي مرحبا مرحبا بك شيخ حبيت نسألك سؤال في ما يخص تنفذ بالنية عند أداء الصالة شفتنا يا الناس حقا أمهاتنا كلمة أمي جيت تلفظ تقول ناويت أن أوصل لي صالة الظهر أو صالة العصر يعني تظهر بيها أنا أدوك سوكي قلت لها قلت لها تعودت هكذا إيه خلاص وعلي حبيت نسأل هل التلفظ بها واجب ونرى هي مخطئة؟ إنسان يجب أن يسأل بش تقول إن شاء الله صالة صحية إن شاء الله إذن السؤال هو حكم التلفظ بالنية عند الصلاة إن شاء الله ستسمعين الإجابة إن شاء الله بارك الله ستسمعين الإجابة إن شاء الله كما تعرفون أن الأعمال لابد فيها من النية أي عمل يعمل الإنسان لابد فيه من النية ولا يخلو عمل من نية ولذلك الفقهاء والعلماء وضعوا قاعدة تموها الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رويه الإمام البخاري ومسلم بصحيحيهما من طريق سيدنا أبي حفص عمر بالخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وشيقول إنما الأعمال إن هذه الناصبة لما تدخل على الماء المصدرية في اللغة العربية في النحو الكلام هذا يفيد الحصر إنما الأعمال بالنيات بمعنى لا يخلو عمل إلا ويفتقر إلى نية لا يخلو عمل إلا ويفتقر إلى نية والعلماء اتفقوا على أن أصل النية القلب لأن النية تعريفها هو القصد القصد إذن محل النية هو القلب ولذلك قالوا لو أنه مثلا تلفظ وقال نويت أن أصل للعصر تلفظ قالوا أصل للعصر وهو نوا الظهر العبرة بما نوى وليس بما تلفظ فقالوا إذن النية لا تحتاج إلى تلفظ لأن النية محلها لأن النية محلها القلب واضح ولذلك جمهور أهل العلم وهو مذهب السادة المالكية قالوا يكره في حق المكلف أن يتلفظ بالنية ما يكره هو الإنسان يجي يصلي يقول نويت أن أصلي الظهر أنا ويخلاصيك فيه نويت ما تقولش نويت أن أصلي لا يحتاج إلى هذا لماذا؟ لأن محلها القلب واضحة الصورة عندما توضيت أن تصلي الظهر خلاص هذه هي النية ما تحتاج أنك تتلفظ بها واضح يخالف في هذا الأحناف السادة الحنفية قالوا يستحب التلفظ لذلك إحنا بعض كبار تعناك بعض العجايز وبعض الشيوخ أخذو هذا من مذهب أبي حنيفة كما تعرفوا بالمذهب الحنفي كان سايد في الجزائر في الجزائر وتونس عن طريق العثمانيين معروفين أنه بعض المساجد القديمة كما الجامع الجديد جامع حنفي جامع الكبير جامع مالكي وهكذا في مدية كذلك الجامع الحنفي والجامع المالكي معروف هذا في خسنطينا في عنابة وهكذا ولذلك كانوا أخذوها من أحناف وحتى بعض علماء الزيتونة يستحبوا هذا بعض علماء الزيتونة يستحبوا أن الإنسان يتلفظ بالنية على كل حاله هو المشهور في المذهب أنه يكره يكره يقوله يكره ما شيء إثم لأن المكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه التحتيم والإلزام لا على وجه التحتيم والإلزام والمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعقب على فعله هذا الأمر الأول الأمر الثاني كنقوله إحنا مكروه قالوا العلماء كن واحد هذا يستحب في حقه يتلفظ بالنية شكون لعنده الوسواس المستنكح لعنده الوسواس هذا يستحب في حقه أن يتلفظ بالنية والعلماء جمهور أهل العلم قالوا يسن التلفظ بالنية في الحج فالحج لما يسن يجي ينوي مثلا يدخل الحج ينوي إفراد يقول لبيك اللهم حجا إفرادا مثلا ينوي التمتع لبيك اللهم عمرة تمتعا نوال قيران يقول لبيك اللهم حجا وعمر حجا وعمر أما المشهور في المذهب هو كراهة التلفظ بالنية وإن تلفظ لا حرج إن شاء الله لم يفعل شيئا حراما نعم السؤال الثاني الأخمو سمعين دفلة يقول شيخنا الفاضل توفيت سيدة غير متزوجة وتركت ميراثا وليس لها إخوة وأخوات يعني ما عنداش إخوة وأخوات عندها غير أم وعندها عمها يعني لها أم فقط ولها عم هل يريثها عمها يتسأل هل العم يريث أو لا يريث على كل حال أخونا موسى معين دفلة نقول لهذا المرأة نسألها تبارك وتعالى أن ينزل على قبرها شاء أيبا رحمتي وأن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجعل قبرها وردت ميراثي الجنة قل هي ما عندهاش زوج ولا أولاد ولا أخوة ولا أخوات ماتت واش تركت تركت أم الأم كما تعرفوا من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض الأم عندها إما الثلث إما الثلث كما يكونش في التاركة أولاد فروع ولا إخوة جمعنا الإخوة تاخذ الثلث إذا كان جمعنا الإخوة أو أولاد تاخذ الثلث مدام هنا التاركة هذه ما كانش الأولاد وما كانش الإخوة والأخوات جمعنا الإخوة إذن تاخذ الثلث العم هو من العصابات طبعا يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه إمام البخاري من طريق سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ألحق الفرائذة بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إذا كان قوله الأم تاخذ الثلث والباقي ياخذ ياخذ شكون العم أصل المسألة من ثلاثة انقسم التاركة على ثلاثة ثلث تاخذ الأم والثلثان ياخذ العام هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى السؤال الثالث خنأمين من ولاية ميلة يقول شيخان الفاضل جدتي تمر في فترة العدة منذ شهرين يعني توفي توفي زوجها فهل تعتد بالشهور الهجرية أو الشمسية هنا آمين يقول بل لي عنده جدتا جدا راه يدير في العدة عدة متوفى عنها زوجها ورب يقول والذين يتوفون منكم ويدارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهور وعشرة راه يسأل يقول هل نحسبوها بالشهور القمرية محرم صفر وربيع وربيع الثاني وهكذا أو نحسبوها بالشهور الشمسية لا أخي الكريم العدة بل إن الله عز وجل تعبدنا بالهلال قال تعالى يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج تحسب منين تحسب الشهور القمرية مثلا توفى عشرة محرم من حسبه من عشرة إلى عشرة صفر شهر من عشرة صفر إلى عشرة ربيع الأول شهرين عشرة ربيع الأول إلى عشرة ربيع الثاني شهور من عشرة ربيع الثاني العشر جماد الأولى نزيدولها عشر يام نزيدولها عشر يام واضح الصورة نزيدولها أربعة أشهر وعشر هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى والله نسأل يهدينا سواء السبيل والله نسأل السداد والرشاد والخير للبلاد والعباد وصل اللهم وسلم وبالك وتكرم على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا